بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نعم طالبت السيد مقتدى الصدر بالاستقالة من العمل السياسي قبل أيام وأطالبه اليوم بالعودة بهذه الشروط في الحقيقة لم أكن أريد أو أرغب في التعليق على استقالة السيد مقتدى الصدر من العمل السياسي والانسحاب التام من مجلس النواب وسحب جميع نوابه مرة واحدة ولكن بعض الأخوة كتبوا لي مثل الأخ السيد جابر يقول صباح الخير أستاذ الكاتب نحن أصدقائك ومتابعوك ككاتب ومفكر لا كصحفي أو إعلامي نعم هي صفحتك وأنت حر بها ولكننا نهتم بأرائك وما تطرحه من أفكار ورؤى لتنقذ حالة وترفض سياسة ما ولتقوم عملا أو تدين موقفا فنرجو منك أن توضح موقفك من انسحاب السيد الصدر بكل صراحة فإذا كان تصرفه صحيحا ويحسب له ناصره أشد به أو شيد به كما يقول وبمستطاعك تنزيل فيديو تشرح للناس ما تؤمن به جنابك من إصلاح ووطنية ونبدل محاصصة والتوافق وتقاسم المناصب هذه أفكارك فلماذا أسكوت ونقل الخبر فقط وشكرا يعني أخوة آخرون علقوا أيضا على خبر الاستقالة الذي نشرته كما هو يعني من الصحف العراقية كما أقرأتكم الخبر ثم أحاول التعليق عليه أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأربعاء الانسحاب من العملية السياسية في العراق وتابع بالقول حتى لا أشترك مع الفاسدين بأي صورة من الصور وأكد أيضا أنه لا تراجع عن الاستقالة والانسحاب من العملية السياسية وقال الصدر في كلمة له خلال اجتماعه بنواب الكتلة الصدرية في الحنانة بالنجف في المرحلة القادمة في الانتخابات أيضا لن أشترك مع الفاسدين مستدركا بالقول إذا أزيح الفاسدين أو الفاسدون واشتركنا بالانتخابات فستبقون على وضعكم وأضاف أريد أن أخبركم في الانتخابات المقبلة لن أشارك بوجود الفاسدين وهذا عهد بيني وبين الله وبيني وبينكم ومع شعبي إلا إذا فرج الله وأزيح الفاسدون وكل من نهب العراق وسرقه وأباح الدماء وتابع مخاطبا أعضاء الكتلة الصدرية إنه في حال اشتراكنا في الانتخابات المقبلة فبقوا نساء ورجالا على أهبة الاستعداد ولا تتفرقوا وتكاملوا سياسيا وعقائديا وبرلمانيا وقانونيا وتواصلوا مع الشعب العراقي وهذا الخبر اللي نشرته كل الصحف وأنا كنت قبل أسبوع تقريبا قد نشرت مقالة يعني طالبته فيها بالاستقالة من العمل السياسي وكان عنوانها مقتدى الصدر زعيم مستبد يلعب بالنظام الديمقراطي هل يحق لأي مواطن عراقي مطالبته بالاستقالة يعني هو الآن استقال بس قبل ما يستقيل هل كان يجرأ أي أحد من المواطنين العراقيين أن يقول لا يستقل من العمل السياسي أو من نوابه في البرلمان أنه أنت ليش تدخل بهذه الصورة مثلا معنا لا أحد كان يستطيع أن يطالبه بهذا المطلب ولكنه فاجأ العراقيين مرة واحدة بأنه أنه راح يستقيل وفي الحقيقة يعني أنا ذكرت أنه في مبررات دعوتي له للاستقالة أن السيد الصدر يعتبر نفسه الآن قبل ما يستقيل طبعا ربما حتى الآن يعتبر نفسه الحاكم الفعلي للعراق منذ سنوات فهو يعين رئيس الوزراء وهو يتلاعب بالمشهد السياسي العراقي كما يتولى القضاء والتنفيذ وقد رأيناه قبل حوالي سنتين كيف تصرف في موضوع المنبر الذهبي في الحسينية الشرازية في الكاظمية حيث أصدر تعليماته بإغلاق الحسينية مرة واحدة ومنع الخطيب من الصعود على المنبر لمدة عام ومصادرة المنبر ثم قام في شهر رمضان الماضي بإغلاق حسينيات ومساجد التيار الصرخي وتهديم بعض المساجد وله قال أنا ما أمرت بذلك ولكن يعني هو عندما ألقى خطابا عنيفا وهجم أتباعه وربما غيرهم أيضا شاركوهم في تهديم عشرات المساجد وإغلاقها وجعل من نفسه قاضيا وشرطيا ومنفدا ومرجأ دينيا يفتي يعني في مسألة معينة فهذا يعني كان شيء غير طبيعي وأنا كنت أخاف من المستقبل أيضا يعني بهذه الصورة هذه إذا نتجه فرح نتجه نحو الدكتاتورية مطلقة في المستقبل وكتبت أيضا لقد عجت التجربة الإيرانية في الثمانينات ورأيت كيفية قيادة الإمام الخميني الساحرة للجماهير الإيرانية كل الناس تقريبا كان عنده إجمع تحت قيادته تحت نظرية ولاية الفقه وبالرغم من أنه آمن بالنظام الديمقراطي والدستور هو دعا إلى إجراء انتخابات تأسيسية وإقامة هذا النظام الجمهوري إلا أن الخميني بعد عشر سنوات من إقامة النظام الجمهوري أي في سنة 88 قام بطرح نظرية ولاية الفقهي المطلقة مرة واحدة هو ألقاها في خطاب التي قال في خطاب له يوم ذاك بأنه الحاكم يعني يعتبر نفسه هو الحاكم بأنه فوق الشعب وفوق الدستور ويمتلك صلاحيات مثل صلاحيات النبي والأئمة المعصومين وقال أنه كلمة مشهورة أنه لو عقد الحاكم اتفاقية شرائية مع الأمة اتفاقية شرائية مع الأمة فلو الحق أن نلغيها من طرف واحد إذا رأى بعد ذلك أنها ضد مصطحة البلد أو ضد الإسلام وهذا ما دفعني لمراجعة نظرية ولاية الفقيه التي كنت أؤمن بها حتى ذلك الحين وانتهيت إلى قيامها بعد ما درستها وبحثتها وكنت في إيران أيضا انتهيت إلى قيام هذه النظرية على مجموعة أساطير أولا هي النيابة العامة للفقهاء عن الإمام المهدي أنه كل فقيه هو عنده نيابة عامة وهو يعني معين من قبل السماء كما يعبر هو الإمام الخميني يقول الفقيه مجعول ومنصب ومعين من قبل الإمام فبالتالي ما يحطي أي دور وأهمية لرأي الشعب والاتفاقيات الشرائية التي يعقدها معاهم وهذه فرضية يعني النيابة العامة فرضية وأهمية لا أصل لها هذه الأسطورة الأولى الأسطورة الثانية وجود الإمام المهدي محمد بن حسن العسكري الذي لم يولد قاط ولم يغير ولم يستمر في الحياة ولم يعطي أي شيخ أو أي فقيه نيابة عامة ولا خاصة عنه والأسطورة الثالثة أسطورة الإمامة الإلهية لأئمة أهل البيت أنه الله معينهم وبالتالي فإحنا امتداد لهم والوصول بعد ذلك عندما بحثت الموضوع واكتشفت هذه الأساطير في الفكر السياسي الشيعي المعاصر وصلت إلى نظرية الشورى أو النظرية الديمقراطية أنه هذه النظرية المعقولة الله سبحانه وتعالى لم يتحدث لا في القرآن ولا في السنة النبوية عن نظام سياسي أو نظام مثلا ملكي أو الأئمة يكون أئمة وخلفاء من بعد النبي وقد فرحت كثيرا عندما آمن الشعب العراقي بالدستور والنظام الديمقراطي بعيدا عن نظرية ولاية الفقه وإذا بالمرجعية وأبناء المراجع والمعممين يعودون لاختراق النظام الديمقراطي العراقي ونسفه والسيطرة عليه والتلاعب به بحجة أنهم نواب الإمام المهدي العامون وأولياء المسلمين والحكام الشرعيون كما نقول السيد السستاني يعني وأضاف السيد مقتدى الصدر بأنه يمتلك شرعية وراثة والده وحق السيطرة على العراق باسم آل الصدر هذه يعني نحن كنا نتطور نحو الأمام نحو الديمقراطية نحو العدالة نحو الشورى وإذا بنا نرجع مرة ثانية إلى الوراء وأيضا استحضرت تجربة حزب البعث حزب البعث لم يبدأ دكتاتوريا كما انتهى في أيام صدام فقد كان يعقد مؤتمرات سنوية قطرية وقومية ويترشح أعضائه بصورة ديمقراطية ولكنه شهد في العام تسعة وسبعين انقلابا صداميا سمح له بتصفية أعضاء الحزب المعارضين وحول الحزب إلى حزب تابع فأخذ يصدر القرارات المصيرية بصورة فردية دكتاتورية وأما السيد مقتدى فهو يتصرف اليوم وقبل أن يستولي على كامل السلطة في العراق بعد أن عنده حصة بصورة ديكتاتورية يتصرف بصورة ديكتاتورية فضيعة أسوأ من ديكتاتورية حزب البعث وصدام الأولى إذ أنه لا يعرف شيئا من الثقافة الديمقراطية إلا أن يقول أنا ربكم الأعلى ولا يسمح لأي أحد بتوجيه نصح له فضلا عن انتقاده أو محاسبته أو المطالمة باستقالته وكف يده عن التدخل في السياسة واللعب بالنظام الديمقراطي مرة واحدة أنا كتبت ذلك تعليقا على مطالبته لنوابه كتابة استقالاتهم وبعد ذلك قدمها فهل يحق لأي واحد من هؤلاء النواب أو أي مواطن عراقي تابع للصدر أو غير تابع له أن يطالبه بالاستقالة وفصل الأمامة وليس الدين عن السياسة كيف إلي زعيم معمم ولا أقول رجل الدين ما عندنا رجال الدين ومعلم شنو دارس بالفقهة وكذا أن يتدخل في السياسة بهذه الصورة ينشئ جماعة تابعة له بصورة بعيدة كل البعد عن الثقافة الديمقراطية حيث لا شورة ولا اعتراض ولا نقد ولا محاسبة ولا تعيير ولا برنامج سياسي ولا أهداف واضحة معينة ولا سياسة معروفة يعني يأسس لجماعة باعتبار أنا أمثل على الصدر وأرث على الصدر مثلا ثم بعد ذلك يرشح مجموعة لمجلس النواب هؤلاء النواب لا يملكون حولا ولا قوة ولا قدرة على التفكير ولا المعارضة ويقودهم بالرموت كنترول وهو يجلس خارج مسلس النواب وخارج العملية الديمقراطية ويأبى أن يرشح نفسه للنيابة ولا للرئاسة ولا يتحمل أي مسئولية عملية ولكنه يتدخل في تعيين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والموظفين والمحافظين وإقالتهم ويأمر ولا يعتمر وينهى ولا ينتهي ويطالب هذا وذاك بالاستقالة ولا يسمح لأي مواطن بمطالبته بالاستقالة وقلت أيضا يقول السيد مقتدى أنه لا يتلقى أوامره من أي دولة خارج العراق وهذا صحيح ولكن ماذا عن الوقوع في مخططات الأعداء من حيث يدري أو لا يدري لقد كان والده الشهيد السيد محمد صادق الصدر رحمه الله مستقلا ومؤمنا وشجاعا ولم يكن عميلا لصدام حسين ولكن ألم ينفذ مخطط صدام حسين بفصل الشعب العراقي الشيئي عن السيد محمد باكر الحكيم والمجلس الأعلى والحركة العراقية الإسلامية الشيئية المعارضة التي كانت تتخذ من إيران مقر لها بعد انتفاض الشعبان 1991 وقرار المخابرات العراقية الصدامية بالسماح للسيد محمد الصدر بالعمل المرجعي بحرية والاتصال بالعشائر وتكوين تيار إسلامي شئي عراقي بعيد عن المجلس الأعلى ومعادن لإيران واليوم ألا يوجد مخطط أمريكي وخليجي لتمزيق الحركة الإسلامية وضرب الحجد الشعبي المقاوم للاحتلال الأمريكي ودفع السيد مقتدى للتحالف مع أصدقاء إسرائيل في كردستان ومقاطعة مجاهدي الحجد الشعبي والإطار التنسيقي بتهم واهية وافتراءات هؤلاء فاسدون هؤلاء بحجة الإصلاح هل يذرك السيد مقتدى أنه يمارس الدور الذي مارسه والده من قبل وأضرب الحركة الإسلامية والعراق بعدين ألقيت نظرة على قانون الأحزاب العراقية اللي منشور في صحيفة الوقائع العراقية العدد 4383 بتاريخ 12 عشرة 2015 البرلمان أقرروا ونشر فيه هذه أقرار لكم بعض مختطفات وشوفوا مدى تطابق حركة السيد مقتدى مع القانون العراقي رقم 36 لسنة 2015 المادة اثنين أولا الحزب أو التنظيم السياسي هو مجموعة من المواطنين منضمة تحت أي مسمى على أساس مبادئ وأهداف ورؤى مشتركة تسعى للوصول إلى السلطة لتحقيق أهدافها بطرق ديمقراطية بما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة يؤسس الحزب على أساس المواطنة ليس على أساس مرجعية أو على أساس طائفي أو على أساس خرافات وأساطير لا يجوز تأسيس الحزب على أساس الحنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التعصب الطائفي أو العرقي أو القومي المادة 6 يعتمد الحزب السياسي الآليات الديمقراطية لاختيار القيادات الحزبية يعني يكون هناك انتخابات في داخل الحزب وينتخبوا المسؤولين القاعدة تنتخب مو يعينهم اللي يريد يجيبهم والما يريد يطردهم مثلا المادة 7 يكون لكل حزب اسمه الخاص به وشعاره المميز بناء على نظريته أما نقول تيار صدري يعني شنو تيار صدري ما في فكرة ما في برنامج ما في عمل يعني هدف معين بس مرتبط بشخص الإنسان المادة 8 يكون للحزب برنامجه الخاص لغرض تحقيق أهدافه يعني برنامجه من أول يوم ثالثا نفس المادة 8 ألا يكون تأسيس الحزب وعمله متخذا شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية كما لا يجوز الارتباط بأي قبو مسلحة هو عنده سرايا كذا عنده ميليشيا موجودة حتى بخابرات خاصة عنده وأي واحد تكلم كلمة يشوفون حتى بالفيسبوك يجون يراقبوه يحاسبوه يضربوه يهينوه لأنه تكلم معينة هذا ما يصبح عمل ديمقراطي المادة 9 سادسا مؤسس الحزب يشترط أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو ما يعادلها المادة 11 يشترط لتأسيس أي حزب مراعاة ما يأتي أولا يقدم طلب التأسيس تحريريا يقدم طلب التأسيس بتوقيع ممثل الحزب إلى دائرة الأحزاب مرفقا به قائمة بأسماء الهيئة المؤسسة التي لا يقل عدد أعضائها عن سبعة أعضاء مؤسسين ومرفقا به قائمة بأسماء عدد لا يقل عن ألفين عضو من مختلف المحافظات على أن يتم مراعاة التمثيل النسوي دال تعاهد خطي بفتح حساب مصرفي للحزب خلال ثلاثين يوما من اعتبار الحزب السياسي مجازا والسيد الصدر لم يقدم هذا الطلب يعني شكل حزبا خارج القانون وهذا خلاف القانون القانون اللي يمكن حتى أعضاء تيارة صدري هم ووقعوا عليه وصوتوا عليه فشلون يدار الحزب يدار برأي شخص واحد اليوم أجيب ذول النواب أخذ أيضا تعاهد بالولائلية مسبقا وأقولهم تعالوا انتخبوهم يا ناس ينتخبوهم وما لهم قدرة على اتخاذ أي قرار في مجلس النواب كلهم أصفار على الشمال ما عندهم قدرة ما عندهم قدرة لا على التفكير لا على الاعتراض لا على القرار وبساعة معينة يابوا كلكم اطلعوا بره وكلكم لم تطلعوا بره تستقلون وهم مراضين ما يدرون ليش صار تعالوا انتخبوهم تعالوا روحوا للبرلمان تعالوا واطلعوا بره تعالوا ورجعوا مرة ثانية مثلا هذه ليست عملية ديمقراطية يعني عندما طالبته بالاستقالة أنه هذه ليست طريقة يعني بعدين المعمم وآل الصدر وأمام السودة ولحية بيضة في العملية السياسية هذه استخدام الأدوات غير الديمقراطية يعني ما في توازن يصير بالرأي العام وعند الناس اللي بعض أتباعي الذين يعتقدون هو المهدي أو هو على علاقة بالمهدي سووا لدعاية يعني وسووا لي حكاية وقصص أنه والله التقبيه واحد بالمنام شاف كذا ودزل رسالة الإمام المهدي على علاقة معينة بالإمام المهدي مباني يعني هالكارزما مالته وهالقدسية على هالقصص وعلى هالخرافات وبالتالي الناس اللي يتبعوه أو الناس النواب رح يأبدو عبادة ما رح يقدرون يتعاملون معاه بصورة متوازنة ولذلك أنا نشرت بصورة يعني يعني بالإشارة نشرت خطبة الإمام علي التي يقول فيها خطبة طويلة ومعروفة في الكافية موجودة وفي نهج بلاغة موجودة أيضاً الإمام علي عليه السلام يقول شوف شون كان يتعامل مع الناس وإحنا أبعد ما نكون عن سيرة الإمام علي كان يمشون قدامه وشوية يعني عاملوه بطريقة معينة فرفض الإمام قال لهم فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة أنا مو صنم ما صر يعني إله ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة الذين الحكام اللي يغضبوهم كل ساعة وما تقدرون تحجونوا إياهم ولا تخالطوني بالمصانعة ولا تظنوا بي استثقالاً في حق قيل لي ولا التماس إعظام لنفسي فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بما أثقل عليه فلا تكفوا عن مقالة بحق تعالوا انتقدوني أو مشورة بعدل فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ شوفوا اللي بامعين يصدر بيان على المنبر يقولهم أنا ترى مو معصوم عملوني واحد من أتكم ولا آمن ذلك من فعلي إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني فإنما أنا وأنتم عبيد مملكون لرب لا رب غيره أنا وياكم أنا عبيد مثلكم أنا مو سيد عليكم ييجي واحد وقول لك لا أنا سيد وأنا مرجع وأنا أبن مرجع وأنا عندي نيابة عامة ونيابة خاصة وأنا عندي معذري ولي أمر المسلمين هذا على أي أساس يقول الكلام بعدين أنت في العمل السياسي يعني أرجو أن يسمعني أن يستمع إلى كلام الإمام علي ويفتح صدره لهذا النقد أنا ما عندي يعني مسألة شخصية مع السيد بالعكس دعمته كثيرا ومدحته كثيرا وأيته كثيرا في كثير من المواقع والمواقف ولكن هذه الطريقة أنه دعنا نجي هذه البيانة الأخيرة معنا أنه إذا أزيح الفاسدون يقول أنا انسحبت حتى لا يشترك مع الفاسدين بأي صورة من الصوت طيب أنت صار لك 19 سنة 20 سنة ومشارك بالعملية السياسية مع كل هؤلاء شنو كنت كانوا الناس ملائكة لو كانوا فاسدين شياطين وبعدين حتى هذه الانتخابات الأخيرة هذه الشهور الثمانية الأخيرة أنت كنت بتحالف مع ناس هؤلاء ملائكة يعني هؤلاء الناس متحالف معهم مو فاسدين ما عليهم أي شبهة بس الجماعة التي تنتقدهم وأنت أيضا تنظر نفسك نرجسي يعني أنا خوش آدمي وأنا معصوم وأنا ما أخطأ وأنا أمشي على الخط الصحيح والآخرين أي واحد يخالفني سبعا من خارج التيار أو داخل التيار إذا تكلم كلمة ضدي فهذا صار خارجي وصار منحرف وصار فاسد هذا ليس طريقة صحيحة يعني هو البرلمان هو يمثل للشعب يمثل كل القوى والتيارات تريد تشارك بهذه العملية السياسية أنت تعتقد نفسك نزي وشريف وعندك برامج وتريد تصلح الأمور يعني بتحالف مع بقية القوى تعمل ليس تحارب جماعة وتتحالف مع جماعة أفسد من الجماعة الأخرى وقت تعتقد نفسك وجماعتك مثلا كل ذلك الملائكة أيضا فيه إشكالات وفيه اتهامات عليهم وأنت أيضا يمكن حاسبت بعضهم ولكن ما تحاسب نفسك بعدين المكاثب الاقتصادية ما عندك مكتب اقتصادي ما عندك جماعتك كلهم يشتغلون بالوزارات من أول يوم ويحاولون المكتب الاقتصادي زي وين هالمكتب الاقتصادي اشقصر بفلوس وين راحت وين صرفت ومين يعرفها لفلوس وين وفلوس حلال وحرام هذه من أموال المقاولات هذه ما أحد ما يحكي فيها لأنه ما يصير واحد يشكك بيه أو لا هو معصوم يتكلم كلام يعني وأضاف أريد أن أخبركم في الانتخابات المقبلة لن أشارك بوجود الفاسدين من هم الفاسدين تقصدهم هذا اتهام اتهام عام قاعد تتين في الجماعة ذول الفاسدين وبقيت الجماعات كلهم خوش عوادم وملائكة هذا مو صحيح بالطريقة هذه أنت يعني توجه اتهامات إلى ناس بدون دليل عندك دليل عندك دليل على شخص معين قدمه للمحكمة وهذا عهد بيني وبين الله وبيني وبينكم أنت تروح مع السودية ومع إمارات ومع فلان ومع فلتان ما حسبك ليش رأت ليش إجيت بش تحسب أنت هذا ليش رأت مثلا أنتم مع إيران أو أنتم مع فلان جماعة أو فلان جماعة في حال وأضاف في حال اشتركنا في الانتخابات المقبلة فبقوا على أهل ولا تتفرقوا وتكاملوا سياسيا وعقائديا وبرلمانيا وقانونيا إذا تتكامل قانونيا لازم أنت تتقدم حزبك للمفوضية ومفوضية الانتخابات وحسب القانون استجل الحزب وتسوي انتخابات داخلية وتسمح العملية الديمقراطية في داخل حزبك في داخل جماعتك ليس كلهم تابعين إنتباعا أعمى إليك وانت فوق الكل وش وقت ما تقرر حتى دولا ما عندهم أي غرائي ما عندهم أي قرار كيف لون أعضاء برلمان أو أعضاء حزب ما يفكرون ما يقدرون هم يعترضون بس ما يقدرون يتكلمون هذه ليست طريقة هذه ليست طريقة بعدين أفصل أفصل الأمام وأفصل الأمام المهدي وأفصل ما أدري عن العملية السياسية أدخل بصورة قانونية بصورة ديمقراطية ما يمكن التدقيم ديمقراطية نحن نعتقد أن الديمقراطية هي الوسيلة الوحيدة لإدارة البلاد ليست طريقة ديكتاتورية الانقلابات العسكرية ما تفيد والضر وما تنفع والدمر البلد الانقلاب على الديمقراطية بزي العمامة بزي المرجعية أيضا هذا يضر البلد ويقضي على الديمقراطية يقضي على الحقوق يعني يقضي على الحريات فالأحد ما يقدر يتكلم ما يقدر ينتقد ما يقدر يعارض ما يقدر يفكر لأنه في معمامين وفي مراجع مقدسين ما يجوز واحد يتكلم معاهم هذه ليست طريقة ديمقراطية فإذا تريد تعود وأنا أدعوك للعودة مو صحيح واحد مرة واحدة يعني بصورة عاطفية وانفعالية أخرب الملعب تعالوا استقيلوا حتى شنوا بعدين حتى ألق الكرة في ملعب الإطار وأنا أقولهم ما يقدرون ينسويون ويخرب النظام هذا طيب وخرب النظام الديمقراطي لو سير فوضى لو ننزل للشارع مظاهرات لو سير عنف لو يصير اغتيالات لا سمح الله لو يصير مثلا انسداد سياسي كان بإمكانك شوية تلينها يعني مع أخوانك قد تمسوي محاصصة يقول يعني ضد المحاصصة تمسوي محاصصة مع ما يسمى بالسنة ومع الأكراد وبس دولة جماعة لا لا دخل دولة رح يصير كفر رح تتنجس العملية السياسية هذا ليس صحيح أخوانك قد كنت معهم التعاون معهم وهم يتعاونون معك يعني أنا أنا ضد المحاصصة وأدعو إلى إقامة نظام رئاسي حتى الرئيس ينتخب أطرح نفسك رئيس جمهورية تعال عدل الدستور وصير رئيس جمهورية أنا ما عدي مانع بس تتحمل المسؤولية عندما أنت ترشح نفسك وتصبح رئيس جمهورية وبعد فترة الناس يحاسبوك شوني سويت مو أنت تكون بعيد عن المحاسبة كل آخرين تحاسبهم وسبهم وشتمهم وتلعنهم وأنت قاعد على صفحة أنا خارج العملية السياسية لو تدخل بالعملية السياسية بكل قوة لو تخرج من عندها بكل قوة أيضا ما يصير تتلاعب به من بعيد بالرمونت كنترول هذه دمرت العملية السياسية بصورة هذه الآخرين أدهم أخطاء ما أقول لك ملايك أنا كما أنت عندك أخطاء وجماعتك أدهم أخطاء وحلفائك أدهم أخطاء ولكن لابد من تعزيز الديمقراطية في داخل حركتك وداخل جماعتك وتكون متواضع مثل إمام علي وتقبل النقد وتقبل المشورة وتقبل الانتقاد وإذا قالوا لك يستقيلهم تستقيل حتى إمام علي قال قال له طالبوني بالاستقالة إذا واحد يعني انحرف عن الإسلام يمكن طالبوه بالاستقالة لكن بهذه الطريقة هذه مو طريقة ديمقراطية يا أستاذنا العزيز يا سيدنا الكريم يعني إحنا يعني دائما يعني ما عدنا معنى أنه واحد معمم أو مرجع يدخل في العمل السياسي ولو أن سيد السيستاني طلب من المعممين لي دخلهم في العمل السياسي ولكن هم مداخلين كل واحد عنده حزب وعنده قائمة ويقول نحن مداخلين دخل بصورة بصورة قوية وتحمل المسئولية حتى بعدين الناس يقولون يحاسبوكم ليس تقعد بعيد ويتم من تحت لتحت تعين رئيس وزراء وتعين رئيس جمهورية وتعين وزراء ومحافظين وما تخلي أحد يحاسبك أو ينتقدك لأن أنت صارت فوق الدستور وفوق القانون وفوق المحاسبة يعني أنا هذه شكشقة هدرت مقررت كما يقول يعني ليس هدفي هو وإنما فعلا هناك خلل وفساد في نفس التيار الصدري لا بد من إصلاحه لا بد من تغيير الأقلية في المقاربة السياسية حتى تكون عملية ديمقراطية مع جميع الناس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته